موسيقى السؤال الأهم مسؤوليتي الشخصية أنا شو بعمل لو كان عندي داء كورونا أو أحد أفراد الأسرة اللي موجودين عنها صار معه داء كورونا هل يحتاج الأمر إلى الخوف والهلع والابتعاد عن المريض؟ أكيد لا المريض هو مريض مثل أي مرض آخر مثل الجريب مثل الإنفلونزا لكن الشيء الأساسي أن لا يتم تماث ما بين المريض وما بين الأهل يعني الحجر المنزلي هو عبارة عن حجر ضمن المنزل وجود شخص بغرفة واحدة إدخال الطعام وإخراج الطعام للمريض يكون عن طريق شخص لابس طبعاً الكمامة بالإضافة للكفوف بالإضافة تماث المريض مع أي أمر آخر ضمن لا يتم الاشتراك مثلاً بمنشفة معينة لغسل اليد ما يتم الاشتراك حتى ضمن الطعام أو مثلاً أدوات الاستخدام داخل المنزل لكن هل يحتاج عزل كلي بدون أي احتكاك من المريض؟ أبداً هذا الأمر لا يحتاج لهذا الأمر خاصة إذا نحن الشخص واحد طبعاً يحتك مع المريض إن كان مثلاً طفل أو إن كان مثلاً شاب بعمر 20 سنة فغالباً يكون الوالدة الموجودة بالمنزل أو أخت موجودة ضمن المنزل إن كان شخص كبير مثلاً ممكن شاب موجود هو يتواصل بشكل فردي مع هذا الشخص هذا الشخص بالذات هو اللي يستخدم المعقمات ويستخدم موضوع الغسيل الأيدي بشكل مستمر طبعاً هي لفترة الحجر تقريباً مدة أسبوعين أسبوعين كاملين لازم يكونوا اليوم الأول لليوم الأربطاش طب هل هدول الأشخاص اللي ممكن إحنا نشك إنه عندهم أعراض بشكل كتير كبير حكينا مرضى عندهم سعال جاف غير منتج لقشع حمى عالية في عندهم تعب وهنعام بتم إرسالهم إلى المشفى حالتهم العامة جيدة تم هذا الأمر خلال يوم أو يومين بعدين حالتهم تحسن ذهب إلى المشفى تم إجراء مسحة تم الخبر من المشفى أنه حالتك العامة جيدة لكن أنت عندك كورونا يتم العزل لهذا المريض حتى المرضى الموجودين ضمن البيت إن كان فيه هدول المرضى غالبون مثلاً صار عندهم إصابة بالكورونا فبتم طبعاً عزل وحجر العائلة كلها طبعاً ضمن المنزل نحن نحاول طبعاً يكون فيه عزل وعدم احتكاك مباشر لأنه خاصة إذا كان فيه أشخاص عندهم مسحة وما عندهم إصابة بالكورونا خاصة إذا كانوا كبار بالعمر أو كانوا صغار بالعمر بعض الأسئلة أو بعض الأمور الشائعة اللي عم تتم لازم نحن نعرج عليها ضمن المنزل تلوحظ مثلاً بعض الناس اللي خرجت بفيديوهات معينة لاستخدام الخل أو مثلاً شرب الخل أو مثلاً المضمضة أو حتى إدخال الخل إلى العين أو الأنف هذا الأمر عم يعمل نوع من أنواع التحسسات ونوع من أنواع الالتهابات عند الناس بعض الناس اللي بتستخدم الثوم الثوم هو طبعاً شيء جيد وله خصائص مناعية جيدة لكن ما ثبت أبداً استخدام الثوم وهو ممكن يكون فيه فاعلية بمواجهة فيروس الكورونا بعض الناس اللي بصير في عندها بخ كامل أو غسيل أو استحمام كامل مثلاً بيئة الخل أو المطهيرات لدرجة نوع من أنواع الوسوسة الكاملة هذا الأمر طبعاً غير مطلوب من الناس المطلوب هو شيء كتير بسيط أن نتحمل المسئولية ونكون على درجة عالية من الوعي ودرجة عالية من المسئولية معرفة الأمور الأساسية ما هي الأعراض ما هي الأمور اللي ممكن مثلاً نتجنبها ما هي الأدوية أو العلاجات المعروفة ومتابعة الأطباء وعدم استشارة الأشخاص الغير خبيرين لا يمكن للشخص بالفترة الماضية شاهدت خمس أو ست فيديوهات الأشخاص تم شفاءهم من الكورونا بيتكلموا عن قصطهم بالكورونا وعن كيفية التجربة تبعهم هؤلاء الأشخاص حتى وأن أصيبوا بالكورونا لا يمكن أخذ المعلومة الطبية من هؤلاء الأشخاص يتم أخذ المعلومة الطبية من الأطباء المتابعين لهذه الأمور ويتم سؤال الطبيب الأسرة أو طبيب المتابع أو الطبيب المعالج عن الأعراض أو طرق الوقاية أو طرق العلاج ويتم متابعة أخبار أو بحوث معينة وخاصة البحوث التي تتبع من الضمطة الصحة العالمية التي تصدر بشكل عام دوريات متتالية وبحوث متتالية وتعطي توصيات تقريبا كل خمسة أيام أو عشرة أيام تظهر كتاب معين كيفية معاملة الأطباء للمرضى وكيفية معاملة الناس المجتمعية لذلك الأمر مهم جدا عدم استخدام الخل عدم استخدام التوم بعض الناس اللي طبعا تظهر بفيديوهات لا تموت أبدا للطب بصلة لا يمكن استخدام هذه الأمور إلا بشيء مثبت العالم حاليا جميعه مستنفر بكل طواقم الطبية طبعا من هون نحن نشكر كل الطواقم الطبية حتى الطواقم الإعلامية اللي عم تسلط الضوء بشكل مهني وبشكل أكاديمي وبشكل ليس شعبي أو شيء حتى يحرف المجال العام عن متابعة المرضى وإيجاد الحلول الحلول اللي نحن موجودة بين إيدنا هي قطع سلسلة العدوى لأنه هي أهم عامل حاليا وانت حتكون مساهم مثلك مثل أي طبيب موجود بقطع سلسلة العدوى الموجودة بيناتنا لذلك لابد من متابعة مثل هذه الحلقات اللي نحن حاولنا نحيط بكل ما يتعلق بفيروس كورونا من ناحية المنشأ من ناحية قصة انتقاله بجميع دول العالم من ناحية الأعراض السريرية الممكن يصاف فيها المريض كيفية الوقاية كيفية العلاج كيفية استخدام المعقمات كيفية استخدام الجل كيفية الوقاية الموجودة كيفية حتى معرفة كيفية التعامل مع المسنين أو الأطفال بموضوع الحجر المنزلي أي سؤال أو أي استفسار ممكن يخطر على بال أي إنسان لابد من سؤال الأشخاص المختصين والأطباء للإجابة عن الاستفسارات اللي ممكن تصدر وإن شاء الله قريبا سيكون هناك علاج لداء الكورونا وسيكون هناك لقاح لجميع الناس بإذن الله سبحانه وتعالى وينتهي هذا الوباء وهذا الداء وتعود الحياة إلى ما كانت عليه نسأل الله تعالى أن نكون قدمنا لكم الشيء المفيد والممتع وأن نتواصل دائما بهذا المادة العلمية الأكاديمية الطبية على قناة الرافدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر